جريدة البيان حيث هذا الكاريكاتور بريشة الفنان عامر الزعيبي يرسم فيه تمثالا لداعش وقد هدم في إشارة منه لبداية انهيار التنظيم الإرهابي بعد تحرير مدينتي الموسى العراقية ورقة السورية ولو تمعنا في الصورة لعدنا بالتاريخ إلى التاسع من إبريل عام 2003 وثلاثة حينما تم إسقاط تمثال صدام حسين بنفس الطريقة كانت قدماء تمثال معلقتان في القاعدة بينما رأس التمثال في الأرض يعني الزمن يتبدل والأحداث تتبدل والمضرور في نهاية كانت دول العربية وكانت الشعوب العربية جريدة لوبوان قالت عنوانة يعني سعودية إيران الحرب التي تخيف العالم خصصت مجلة لوبوان الفرنسية الأسبوعية افتتاحيتها للعلاقات السعودية الإيرانية انطلاقا من الأحداث التي طغت على التفاعلات والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط عادت المجلة الفرنسية إلى العلاقة المتوترة بين البلدين التي يصل عمقها إلى بداية نزاع مع سوريا ثم بعد ذلك في اليمن إضافة إلى ملفات متعلقة بالنفط وديبلوماسية البلدين كما أوردت الأسبوعية الفرنسية في تحليلها نقلا عن محلل سياسي بأن الصراع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية يتجاوز حدود الطائفية إلى بعد من ذلك بحسب وصف المجلة صراع تسعى كل جهة عبره إلى حماية مصالحها وإن كان على حساب دول أخرى ترجمة نانسي قنقر